أعلن المرصد اليمني للألغام استشهاد طفل وإصابة آخر نتيجة انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة وأفاد المرصد باستشهاد الطفل خليل يحيى ذنيب 12 عاما وإصابة صابر محمد علي 15 عاما بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم في شارع التسعين بمدينة الحديدة والجمعة أعلن المرصد مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال 48 ساعة الماضية إثر انفجار ألغام زرعها الحوثيون في عدد من المحافظات والخميس أعلن المرصد عن توثيق مقتل وإصابة 74 مدنيا خلال شهر يناير الفائت جرى انفجار ألغام وذخائر وعبوات ناسفة زرعها الحوثيون في عدد من محافظات البلاد ترجمة نانسي قنقر